بقى وانا في رمضان اتكلمت على صروة قومية كنز يجب مش بقى الحفاظ عليه كنز يجب الاستثمار فيه بمنتهى القوة قلت يا جماعة دي نصيحة خالصة لوجه الله المنتجين يركزوا مع هذا الكنز يا جماعة استثمروا في هذه الموهبة الفائقة المتدفقة غير الناضبة إلى آخره اقول لك قبل ما ابدأ حوارنا مع ضيفي الرائع والعزيز والمبدع والنجم المتقلق الهي يا ربي يديم عليه التقلق خلونا نشوف كده ايه تجميعة المشاهد التي نطلق عليها في صناعتنا ولكم تليب منها هتفهم انا بتكلم مع مين وعن مين وفي حضور مين ونبدأ الكلام يا اهل الفستان اليوم عهد جديد فنشيد ما استطاعنا من بنيان طيب انا محتاجة راجع معك شوية معلومات عشان الاكد بس ان انا فهم صح وكم مرة تنفعل تهاند؟ قمان ما تتقيش نفسي اش مان اخلي يا محمد وانا اغطيك يا شريف قط الالبوس يا دولفي في الشكمان طيب ده ده لو سبب من اثنين مش هيخرون براهم ومشأني حمزة العيدي منور يا حمزة منور الشاشات منور الاعمال الفنان منورنا في التاسعة بجد بأمانة ده انا اللي متشرف اني معاك والله يا استاذ يوسف ومش عارف اشكرك ازاي على المقدمة الجميلة دي وعلى الفيديو اللي انا معتز بيه جدا فوق ما تتخيل وشهادة كبيرة وغالية والله عظيم اقل ما يجب ان يقال ده بجد يعني واتمنى انه ربنا يمد في عمرنا احنا الاتنين وفي يوم من الايام اقدر اقول اكتر من كده بقى يبقى عني مساحة اوسع في التوقيت اعرف بقى اقول قبل اي حاجة انا عايز اعرف تاتشود ومشاء الله الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله هذا الصوت الرخيم ده صوت عارف انت سوير دابلي يا ربنا يا رب رحمه يا رب تقولك ايه ده مزيع يا اخوتي لا مزيع ايه ابعد من ذلك ايه الصوت ده والله الحمد لله عشاء الله نعمة ربنا وموجود نعمة ربنا طبعا بس اكيد في وراس الرما والله انا اصلا جدي اللي هو عم والدي الحج سعيد العيلي رحمه الله عليه كان مدير اذاعة القرآن الكريم وكان راجل اذاعي كبير يعني اه والدي كان بيمثل زمان في الجامعة بس كان ممثل تخصص كوميدي يعني بس وانا لقيت نفسي صوت يعمل كده طبعا بحاول اخففه لانه لما بحاول اشتري حاجة مثلا تعفل اللي بيبيع بيفتكر ان انا بتخانق معاه يعني مثلا اعايز كيس شيبسي فيقول ايه اما بنروحه في ايه يعني حبيبي انا صوتي كده انا والله مولود بس فالحمد لله يعني كرم ربنا والله يعني جد قرآن كريم اذاعي الوالد كان بيمثل كوميديا في الجامعة اذا هو في حاجة بقى انا كده فهمتها ان انا لما اجي اشوف مثلا مثلا على سبيل المثال دورك في اكس لارج ما حلمي ودورك الدكتور مع مكي الحكاية لها اسس وجزور على ما يبدو والله هو الحمد لله هي الموهبة بتاعت ربنا انا ما كنتش مكتشفها لحد ما دخلت الجامعة مع اني من وانا صغير كنت بعد اقلد ناس كده وحاجات بس كنت اصلا بقلف اغاني ولحن سماعي كده مع نفسي فكان ده الموضوع يعني لحد ما اكتشفت الحكاية وخدتني الشغلانة بقى بشكل رهيب جدا لا احكيلي بقى الحدوتة كده كان يا مكان مفيش والله ابتدت في الجامعة كنت في تربية رياضية المينيا وكنت عايز اشترك في نشاط فخدني حد صديقي وقال لي طب تعالي خش التمثيل وكده يعني تمثيل وما جربتش فدخلت الموضوع فالحمد لله ابتدى يحصل صدى كده في الجامعة والمخرج يقول لي انت متأكد يا ما انت اول مرة تمثل وحاجات كده وابتدى المشوار ابتدت برضو أسور ثقافة وحاجات كده بعد كده في مركز الابداع عند الأستاذ خالق جلال اللي له كل اللي احترام والتقدير طبعا اللي هو مطلع أجيال كتير جدا هم الحمد لله متقلقين في السوق يعني وكذلك برضو على فكرة بحترم جدا يعني بخص بالذكر شباب وطلاب معهد فنو المصرحية واللي اتخرجوا واللي موجودين وشباب الجامعة في عندنا مواهب عظيمة جدا ودكتور أشرف زكي طبعا الراجل اللي ما بيسيبش حد أبدا في أي موقف وراجل له كل اللي احترام والتقدير فالحمد لله يعني المشوار ابتدى بقى ومعرفتش هعمل لجنبه حاجة تانية يعني معرفتش هشتغل شوق ده أنا تانية حاولت بس معرفتش حاولت في ايه؟ حاجات بسيطة كده ما ندوب مبيعات شوية اشتغلت في العتبة شوية حاولت اشتغل محامي معرفين أنا خارج يعني كلية حقوق أصلا لأن حاولت من تربية رضية لحقوق ورحت ترايح على حقوق وكان وكنت أبقى محامي عقري يعني بس بس تحدوتة ربنا أعزب بس فالحمد لله يعني طب كنت أتبقى محامي عقري طب ليه سبت أنا أصلا من زمان بحب الحاجات اللي هي اللي فيها التحقيقات والجرائم والجنائي كنت بحبه جدا فحتى لحد دلوقتي يمكن ماجهش الدور ده يمكن إن شاء الله أتمنى لما يدي يبقى فيه حاجة جديدة فكرة مثلا وكلمة أو فكرة حد بيحقق في أضايا أو محامي يعني لسه ما اكتشفتش نفسي في المنطقة دي بس متوقع إن شاء الله أنه ممكن يبقى فيها برضو شغل كويس شكرا